الحمد لله رب العالمين وربنا عز وجل أياما معدودات ونحن في هذه الليلة الأخيرة من هذا الشهر المبارك والله عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فنحن في هذا اليوم الأخير الذي نكمل به عدة شهر رمضان وينبغي لنا أن نكبر الله سبحانه كما أرشدنا ربنا عز وجل والتكبير المشروع في هذه الليلة وصباح العيد يسميه الفقهى التكبير المطلق وهو يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد ويمتد إلى وقت صلاة العيد والتكبير ورد فيه صفتان تثنية التكبير بأن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فهذه السنة يعني سنة التكبير يغفل عنها كثير من الناس فرحم الله من أحيا هذه السنة بقوله وفعله ينبغي أن تلهجأ سنتنا هذه الليلة وصباح يوم العيد أن تلهجأ بالتكبير وأن يعجأ الناس في المسجد الحرام وفي كل مكان أن يعجأ المسلمون بالتكبير ممتثلين أمر ربهم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أيها الإخوة وغدا هو يوم وسيأتي بعد هذا اليوم بعدما نكمل العدة ثلاثين يوما بعد غد يكون يوم العيد ويوم العيد هو اليوم الأول من شهر شوال يبتدو يوم العيد بغروب الشمس من اليوم الثلاثين من شهر رمضان إن كان الشهر تاما أو من اليوم التاسع والعشرين إن كان الشهر ناقصا والليلة تسمى ليلة العيد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها عبادة معينة وإنما هي كسائر الليالي وما روي من الحديث في إحياء ليلتي العيدين فهي حديث ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية وتشرع صلاة العيد ومن أهل العلم من قال إن صلاة العيد فرض عين وجمهور أهل العلم على أنها ليست من فرض عين على خلاف بينهم هل هي سنة أو فرض كفاية والأقرب الله أعلم أن الصلاة العيد أنها فرض كفاية وفهي سنة متأكدة ومنفروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين فعليك أخي المسلم أن تحرص على صلاة العيد كون بعض أهل العلم يقول بوجوبها على الأعيان هذا يدل على تأكد هذه العبادة فإن بغي أن نحرص على أداء صلاة العيد والسنة لمن خرج للعيد أن يفتر قبل ذلك على تمرات وأن يقطعها على وتر ولعل الحكمة في هذا والله أعلم أن في هذا تحقيقا للفطر يوم العيد فإن يوم العيد يحرم صومه ويجب فطره فالسنة إذن أن يفتتح الإنسان يوم العيد قبل الصلاة بأن يفتر على تمرات وأن يقطعها على وتر وأيضا السنة أن المسلم يأخذ كامل زينته عند ذهابه لصلاة العيد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ملابسه والناس يختلفون في أعرافهم في ملابس الزينة فعلى الإنسان أن يأخذ زينته عندما يذهب لصلاة العيد وصلاة العيد ركعتان الركعة الأولى تكون سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وهذه التكبيرات سميها العلماء التكبيرات الزوائد وهي مستحبة وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال أي أنه يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية ستة تكبيرات ثم بعد ذلك تكون خطبة العيدين ولا بأس أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا يوم العيد يهنئونهم بأن الله تعالى أنعم عليهم ببلوغ شهر رمضان وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة وكان كثير من السلف إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد هنأه وقال تقبل الله منا ومنكم ومن أفضل الصيغ في التهنئة أن تقول تقبل الله منا ومنكم ولا بأس بأن يؤتى بأي صيغة مناسبة للمقام كأن يقول عيدكم مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخيرات ونحو ذلك من العبارات المناسبة ويتأكد معايدة الأرحام فإن هذا يدخل في صلة الرحم لأن صلة الرحم تشمل كلما أدخل السرور على الرحم وعلى رأسهم الوالدان والإخوة والأخوات والأخوال والخلات والأعمام والعمات وكذلك أيضا الأبناء والبنات والأحفاد والأجداد والجداد هؤلاء الأرحام الذين تجبوا صلتهم يدخلوا في ذلك معايدتهم فإن المعايدة تدخل في صلة الرحم وهكذا أيضا معايدة سائر من تعرفهم وتلقاه من المسلمين كالجيران والزملاء والأصدقاء ونحو ذلك وكلما أدخل السرور على نفس أخيك المسلم فهو مطلوب شرعا وينبغي أن تغتنم هذه المناسبة مناسبة العيد في إزالة الشحناء بين المسلمين وإذا كان بينك وبين أحد من المسلمين قطيعة أو هجر أو شحناء فينبغي أن تسعى لإزالته فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا فينبغي أن نسعى لإزالة الشحناء بين المسلمين وأن يكون هذا العيد عيد فرح ومحبة ومهدة بين المسلمين وأقول أيها الإخوة لإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المسلم لا ينقض إلا بموت كما قال الله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلين انقضى صيام رمضان فصيام النافرة لا يزال مشروعا ولله الحمد طيلة أيام السنة ما عدى الأيام التي نهى الشارع عن صومها كيوم العيدين وأيام التشريق وأعلى درجات صيام النافرة أن يصوم يوما وأن يفترى يوما ولئن انقضى قيامه رمضان فقيامه بقية ليالي السنة لا يزال مشروعا ولله الحمد لا يزال القيام مشروعا في جميع ليالي السنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل إلى السماع الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة كل ليلة وينادي عباده هل من داعي فأستجيب له هل من سائلة فواضية هل من مستغفر فأغفر له وذلك وذلك كل ليلة فينبغي أن نواصل الأعمال الصالحة بعد رمضان سئل بعض السلف عن قوم يشتهدون في العبادة في رمضان فإذا انقضى رمضان رجعوا إلى ما كانوا عليه من التقصير والوقوع في المحرمات قبل رمضان قال بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان وينبغي أن نستمر على ما كنا عليه من الأعمال الصالحة في شهر رمضان فإن رب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور أيها الإخوة وينبغي أن نختم هذا الشهر الكريم بالتوبة إلى الله عز وجل وبكثرة الاستغفار وبالتكبير والتوبة مطلوبة من المسلم في جميع الأوقات لكنها تتأكد في مثل هذا الوقت الفاضل فبعدما من الله عز وجل علينا بصيام هذا الشهر وقيامه وفعل ما تيسر من أعمال الصالحة ننبغي أن نختم ذلك بتوبة نصوح بتوبة صادقة والتوبة يشترط لها ثلاثة شروط التوبة يشترط لها ثلاثة شروط الشرط الأول الإقلاع عن الذنب والشرط الثاني الندم على ما فعل من الذنب والشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى لا بد من هذه الشروط الثلاثة الإقلاع عن الذنب فإن لم يقلع عن الذنب وإنما هم استمروا فيه لا تصح توبته والندم لا بد أن يندم حتى يكون صادقة في التوبة لأن من يقول تبتل الله هو غير نادم على الذنب وعلى المعصية لا يكون صادقة ولهذا جاء في بعض الأحديث التوبة ندم والشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى فإنه إذا عزم على أن يعود إليه مرة أخرى لا يكون صادقة في توبته وإذا كانت المعصية متعلقة بحقوق الآدميين فيضاف شرط الرابع وهو التحلل من ذلك الآدم وإلا لم تتم توبته أسأل الله تعالى أن يختم لنا شهر رمضان اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اجعلنا ممن تغفر لهم في هذا الشهر اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم وأعيد علينا هذا الشهر عواما عديدة وأزملة مديدة على طاعتك ومرضاتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر